لمراسلنا كريم الشيخ يعرفنا على كريم النجار مواطن مصري بلقب سفير التحدي الرسام التشكيلي اللي وقعه بحياته للبحث عن حقوق المعاقين المهدورة هذا التقرير وبعد كده هنروح منه لفاصل آخر ونرجع نستقبل ضيوفنا ونبدأ المناظرة في مصر الجديدة خليكم معانا ايه و اطرقوا في ايهات ما كانش عارف ان المرض النادر اللي هيصيبه ويغير له مصار حياته ويصاب بأعاقف اطرافه الاربعة هيكون سبب في نجاحه وتحقيق جزء كبير جدا من تموحه سفير التحدي كريم النجار فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير وكاتب ومقدم برنامج وصخر كل وقته لخدمة اكتر من 15 مليون مصري اعاقم مش نهاية الدنيا ولا نهاية الحياة اعاقم ممكن تكون مرحلة جديدة يبدأ الانسان في حاجة جديدة هو بيحبها ويقدر يعملها ربنا انا بياخد قدرات بيسيب للانسان قدرات اكتر في مملكته البسيطة في مدينة برج العرب عايش سفير التحدي من سنين بعد ما عاش تجربة سيئة مع الفشل في مدينة الاسكندرية اللي اتولد فيها في كل لوحة متعلقة على احطان بيته هتلاقي رسالة بتعبر عن موقف او حال عاشها كريم او شفها باني لما بيحصل موقف انا ببدأ ارسمهم ببدأ اتفاعل معايا واشوف نتائجه هتبقى ايه وبتبقى الوحة وراء الوحة رغاية من الافكار بتبقى متضفقة يعني انا دخلت المسابقة على الانترنت على وسط العالم العربي وشاركت مع المعقين اللي لهم نشاط وحصلت على اللقب اللقب سفير التحدي ده يعني خلى فيه عبق نفسي علي هي اوعيب ان انا لازم اعرض اعضاء المعقين بطريقة افضل بحيث اوصل فكرهم للناس كلها ولانه مقتنع ان رسم الكاريكاتير دايما بيقدر يوصل للناس بسهولة افتتح كريم النجار اول معرض في مصر لرسم الكاريكاتير عن المعقين تلاتين لوحة بتعبر عن تلاتين موقف في لوحة انا جاي بالمعاق بيشلوه تالله السلم طبعا ما فيش دولة في العالم المعاقين بتشاعلوا كله لازم بيقى في رام فمين مسئول حكومي بيقول له وانحنا عشان خاطر يبقى فيه يعني حمامية اجتماعية اخذلينا المجتمع يلتحم مع المعاقين يشيلو فيه راحة تانية عن الاوتوبيس اللي هو مزاوط بالانترنت فيه معاق واقف اش قاس يطلع باللوم طلعوني وعمل دونلود يعني انا كنت اتمنى ان الحكومة تفكر في وسائل المواصلات للمعاقين بالذات اصحاب الكاريسي المتحركة واللي بيحتاجه مرافق سفير التحدي مش بس فنان تشكيلي ده كمان كاتب هو مقتنع ان محدش يقدر يوصل صوت المعاق الا المعاق لانه لما بيتكلم عن اي مشكلة اكيد بيبقى عايشها اي اوتيحت لها الفرصة في صفحة صناعة التحدي بالاهرام ان انا ابدأ انشور مقالاتي فانا حبيبت اعبر عن عن مشاكل وعن حاجات في حياة المعاقين وفي حياتي عن طريق الكتابة اهلا بكم اصدقائي في حلقة جديدة من حلقات برنامجي معاق سكو على خلفية وقضاءة وكاميرا بينتج كريم النجار برنامجه اللي بيعرضه على موقع يوتيوب واللي بيقدر من خلاله يشرح لوحاته لاني لقيت ان في الجزء من المكفوفين ما بيشوفوش الصورة فحبيت اشرحها واشرح مضونها للناس عموما وبنتلقى اوصل الصورة كحكاية للمكفوفين بالاخص في مثل بيقول ادي العش لخبازه وعشان كريم النجار سفير للتحدي فهو من اقدر الناس اللي يقدروا يتكلموا عن مشاكل المعاقين في مصر ويقدر يوصل للمجتمع كلمة بيتمنى انها تتحفر في عقول الناس الامر اللي بيدي نور كده في الحياة وبيخليك تواصل اليوم وراه يوم كريم شيخ برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش اشتركوا في القناة